ميدي ميد للاثنين 3 اكتوبر 2022 توا نص نار وثلاثة دقايق بداية أسبوع موافقة للجميع من توا الماضي ساعتين سويا تنا نحاولو نرجع فيهم بالقراءة والتحليل على آخر مستجدد الوضع في بلادنا ايكيب العادة ترفقكم وعاد في الاعداد بالحسن من وراء الكنسول محمد تهر في التسوير والإخراج الرقمي ايمان مديحي لطفي العميري وابراهيم الوسليتي من قدام الميكرو برهوم صباح النوم سمحني ايمان انا خالص خالص من القلب قل جعل الله لك الصبح نورا وظهره سرورا وعسره استبشارا ومغربه غفرانا وجعل لك دعوة لا ترد وجعل لك رزقا لا يعد وفتح لك بابا لا يسد قل امين سيلوتفي لا ما خطر سيلوتفي ساعات والليلوم عليها قال انت دي ما تبدأ بإيمان وتضحك مع إيمان وانا ما تسبحش عليها خاصة البارحة في القهوة قال ليش بيك مكشبر ما سبحتش عليها بالإقداء لون كوتو تون سيلوتان عن ديراك التورج هالك يا سيدينفدي هالك مع المعذيرا يا سيلوتفي حسدني حسدني حتى في ضحكة براهيم في وجهه يا بنتي مش هذا كانت شوفيه البرح كيف هي جاني للقهوة شبي ووجهه مش مكشبر وجهه معاكرش علي لك اللي تعرف القد على وجه وصباحه معاكرش كي ما تشدي الورقة وتعاكرشها خط له عمل تضريبة حديدة على قد كمشها كمشها ولا بشي تحل وجهك شوي علي خزالي قال لي هيا بش تمشي وين هما بصر شمو كذي اللي تطلعتوا بحذيه في الكرب وهمشينا سيكتين للي وصلوا بالرسمية هيكا هو هما شنو نبارح لخبز لسردينة لهريس عيقاب نوكلتوش هيكا هو خوة أنا تاتيني ما خلقنيش انك تفرع بإيمان مخيرش من بعد يبدأ نهارو بالإيمان وذيك عليش انتي ملي جيت فركس على الإيمان وهي موجودة بحذيك هو نهار لحد كي انتي مكش موجود هيه وصبع فكرة حالة دي كي شو نعمل له ترج قال ليه قال ما تطلعش للحمد نهار سيبتها طلع معنا هلا حال شي ماشي ويكبر بيه هو رب يقدر الخير هو ما عرش شلال السيدة هايشة مش تسمع فينا مصطفى بن أحمد دللاشت السياسي ونهي بالسبق يكون ذيفنا بعد موجز ما دي ساعة ولكوت كور نرجو على آخر وأهم التصريحات في الكلمة بالكلمة شكرا على اختياركم موجة 104.1 في تنسة الكوبرا والكبان تسمونا على 100.0 في نبل والحمامات تتبعونا على www.radiomedtunisy.com أو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ميديماد بي راديوماد حكايتنا توتسويت فيش تحكي اشتحتي شكونوا المزكي من المزكيين من الاربعمية اللي بش تحكي عليهم راهيمة يعني يعني ما تعرف أنه هاية الانتخابات أعلنت دجاء على انطلاق عملية تجميع التزكيات بالنسبة للمترشحين للترشح مترشح للترشح لأنه مزال ميولي كونديداء كان ميتم خبول الترشح متاعه بصفة نهائية من طرف هاية الانتخابات بعد المرور بطبيعة الحال بعملية متع التزكية ونعرف أنه معتها الانتخابات هذه مبرمجة نهار السبت نهار السبت سبعتاش ديسمبر شفتوا كيفياش نهار السبت ونهار لثنين معتها للسفتاء نقزنا دائما لحد قاد في الوسط عام ونهار سبعتاش يجي بالسبت نهار سبعتاش فيشتاء كلمة فيشتاء هي سيدشتاء يوم عطلة فيشتاء يوم عطلة يجي من فيستاء تسبانيور ولو من فستاء متع طغنين ولو فيشتاء حنا وتجاوبة نشقالت هية الانتخابات في آخر بيان لها تقل تفاعلا مع اقتراحات الناخيبين الراغبين في الترشح لانتخابات التشريعية الواردة على الهيئة ارتقى مجلس الهيئة يضع على ذماتكم نموذجا إضافيا للتزكية في سيغة تفصيلية تشوفك النموذج ذاك وتعرف أنت التزكية هذه نذكروا بها مرة أخرى لمن يستمع فينا ويتابع فينا في الحسنة متاعنا في البرنامج متاعنا رهو أربعمائة نصفهم من الناساء ونصفهم من الرجال وربعهم من الشباب هاي السيغة غالطة أنت على العنوان تزكية مترشح للانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة الثانية مو الانتخابات أعضائي ولا الانتخابي أعضائي مجلس نواب الشعب هاي هذي الورقة هذيك هاكا قدامكم الورقة هاكا حتى حتى سيغة جملة مجموش اكتبوها صحيحة شو زت تزكية مترشح أنا أنا فتنتباه يا سي لطفي يلا إيمان أنه وقت اللي تشوف الوثيقة هذي هاكا مشورة هذيكا تقعد بهت شوفها السيدية هذي يلزم المزكي يا سي لطفي يقدم برنامج انتخابي للمترشح في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ويحدد فيه مشاريع في التنمية الاقتصادية طبيعة المشروع صناعي ولا فلاحي ولا خدمات وتحديد الموارد متاعه والأجال والمرضودية شنو هذي شنو هذي هذي الكلة يخيب شعم المشروع صناعي بعد مش كي ما عملوش في عام يصحبوا منه الوكال مش بش يعمل يخيب شعم المشروع هو مترشح بشعم المشروع اقتصاده في المحلية متاعه في المحلية متاعه المحلية ولكن اللي هنا ما قلنا احنا دائما الدوائر تلقى ثاربع خمسة معتمديات اذا نوين المشروع مش عاملو اي معتمدية بش ينجم يعملو لاننا نعاد دونك مشروع الاقتصادية شفيه تحدث فيه الموارد طبيعة تساء المشروع شنو المشروع هذي بش تعمل اقتصادي بش تعمل معملة تعجاج بش تعمل معلم تطربي طيران لا هذا كفلاحي او جاي فمتنين والاجال والمردودية الاقتصادية وتعمل زادة المشروع يجب يكون صناعي ولا فلاحي ولا خدمة تختار واحد منهم فمتنين وبعد في التنمية الاجتماعية صحة والتعليم والبيئة والثقافة ومجالات اخرى معناها يجبك مشروع اخر في هذومة لا في كل واحدة يجبك مشروع تعمل موجز تعمل موجز تعمل مقترح مشروع فلاحي مقترح مشروع صناعي مقترح مشروع صحة مثلا موجز هيني وانهو لتتعاهد فيه مثلا بالتاريخ لا كل لا كل كل الكل مثلا تعمل مشاريع خمسة مشاريع شوف في الصناعي عندك السية لطفي اما في الاقتصادي عندك مشروع صناعي مثلا ومشروع فلاحي ومشروع في الخدمات وتحدد الموارد متاعه ومنين يجيب الفلوس ثلاثة مشاريع ثلاثة مشاريع ومنين جيب الفلوس والاجال متاعه وقتاش بيشوفها مشروعة ذاك والمرضودي الاقتصادية متاعه ايه ماناوليزيتا ومطالبة باش انها هي تثبت حتى مصدر التمويل منينة مش ثبت تقولي لا ما تثبتش هذيك بعد انت وقتلي تترشح ويتم انتي خابك سي رطفي الجماعة اللي انتخبوك يقولوك ايجي هناسي دي انت ما قلت باش تعمل لنا معمل مثلا متاع الجيش في مشروع في لحي هي وين هو خيك ما عملتوش هذي كنه محط انا المثالان المدة الاجالي الاجال حط مثلا خمسة سنين خمسة سنين هي وش بشي عملولي تحسبني بكلها بش حطان بعد خمس سنين هي كلهم نحطهم بعد خمسة سنين هي ذاك وقتها مناعش عدك ايجي تكون سي تحطي انت لا مزال عندك هنتي شنوها هي هي بعد ما دوفوا المدة هي ما تحسبنيش معانك ما تحسبني عام السيجس ماني بش تشوفي معانيه مش هزن مش هايزها مزال عندك في التاني من الاجتماعية في الصحة شو بش تعمل في الصحة في التعليم شو بش تعمل في البيئة شو بش تعمل في الثقافة شو بش تعمل ومجالات اخرى شو بش تعمل نجب تضيف مجالة اخر مثلا في الفضاء مناعش مثلا مثلا هذي كل يجب تحط ولكن دائما السويلة طرحته المرة الاخرى ولا يمان قتلي لات أو ربقات هي فتوى ولكن ما اخذوش باه الفتوى متاعي يمان جمعت له اللي في الخارج بش عام اللي في الخارج شني المشروع لمش يقدمه اللي في البرزيل مثلا يبني مستوصف في باريس يقول راح بش نبني المستوصف في باريس ممشوه كان توانسا الاخر يقول بش نبني مثلا ما نعرش بدرسة لا مثلا ما عمل متاع تجيش في كاليفورنيا يشروا منه كان توانسا ولا يعني ماشد راحلان مثلا يبشي البرزيل بيه 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 الفرميولير هذي يتعب هو يتعب بالافكار والافكار موجودة ومصادر التمويل كل واحد يقول لنا عندي بهالمؤية ومبعض ليزيك فيه بش تحكم تقبل ترشح سلون شنوه سلون ما ده امكانية انجاز المشروع والوعد الانتخابي ولا شنوه الهناه انا نترح سؤال هل ترى ليزيه الهناه لمت ثلاثة مؤسسات كبيرة لمت لبي وكالة الصناعة ولمت لبي اياه متاع الفلاحة ولمت زادة متاع السياحة فهمتني لذلك الهناه هذين هم اللي وقت اللي تمشي لهم باش تعمل انت مشروع تقدم المشروع متاعك وتقدم انت مسادر التمويل متاعك فبتي سيلوت في وقت اللي تمشي لابي ومن بعد تقدم المرضى ودي متاعك توفق لك هي لابي تمشي هذك انت تهزول البنكة باش البنكة تموّل لك يبدأ سياحي السياحي تمشي ما فهم البكارة التنمية سياحي هل تقول لك ثلاثة ثلاثة هن قلت لك لابي والابياء والاخرى يزورني لعفتي لعفتي هاي لاجونس فانسير توريستيك فهمتني هذي معتها ثلاثة وكالات دوك الهنا لمتهم منعش بش يكونوا مثلين عندها ولا لا ثم انتي لزي الهنايز متوضحن كيفاش انتي بش تنجم تدرس لفيابيليتي متاع هالمشروع والمشاريع عادية ولا البرنامج لفوزابيليتي ويرو هذي رو لا معنى هذك لازي عند هالحق ترفض المشروع ياش قدلك توا معنى هكومش تقيم هكومش تقيم يانا كينك تبلك نقول لك راني بش نعمل مثلا اوتيل سانكي توال في لوكريب وبش نعمل كازينو في الطويرف وبش نعمل مثلا مدينة جامعية في القروة لا بالبونت وفتاع القروة هان بش جي نعملها مثلا في سيدي بوزيد هاي ايه تنجم اللي زيت قولي ليه هذو رميجي هذي الهناء السؤال هذي رأي ورقي عمرها المزكي هاي ماش نحكي لك هاي المزكي مو برنامج المترشق هاي هتلعت انت المزكي فما ورقة الساعة ذيك بش يهز بش يهز الورقة اللي بش يمشي عمرها ذيك وبش يمشي ياخو ومعاها بش يقدم الورقة هذية كالتابلو هذيك كالنموذج الموجود هذيك يلزم النموذج يحط فيه شنية البرنامج بتاع المترشق زعمة بش تعرف انت بعد بش تحاسب كما قلت انت وتجم تسحب الوكالة اذا لم يتعاهد المترشح وكا قولك صححة لاروحك انت هاو بش وعدك عملش وعد ملي وعدهولك بش مش نسحب منك الثيقنات يعني الاني احنا نتالبو نتالبو الهيئة فامت شنوها معناها لأحراج لأحراج الوترش هذونا وشي ستة عندك هنعاول عندك صناعي وفلاحي وخدمات ثلاثة وعندك صحة وتعليم وبيئة وثقافة ومجالات اخرى هذونا اربعة اخمس خمسة وثلاثة وثلاثة كيسة اللي هنا نعمل منهم زوز ومنعملش ثلاثة عندهم حق يصحبهم مني ثاقة مطبيع مطبيع يلزم مصطبيعهم ثلاثة على خمسة على خمسة قولك حاجة هزنا للهندي با سيب علينا الله العزيز سيب علينا هات الهندي هات حكيت الهندي لانه نتخبج المخ فهمتني لا لا مسكينة اللي زي كلها فسري خطر هي ولدها اعظام وفسرين مساك هكذا والارتباك متاع القانون قاعد يظهر على جماعة اللي زي معناها ما همش حاهمين ومش كوحهم وبواتار باش تفكرني هذي هاي تفكرني باك جماعة الحوار الوطنية وقت اللي لمهم قالوا لهم معي كل واحد يعمر ورقة كيفاش تخيل تونس في الفين وخمسة وثلاثين وين هم اكل ورقة ذوك يظهر اللي عامل ليهم كاكل ورقة ليه الغاتهم الداخلية متاع المطار عرفت هي قدخل عامر ورقة وخرج عامر ورقة هو كالبارح كلمونها قالونا راو سيي حتى سيدي الدخول لتونس تم الغاء هدون كلها نهائيا يعني فيه تار تفاعل مع المقترحات اللي قدمناها معناها ونشكروهم برش كل حاجة يجابية نجم كان حي مش تحكينا على الهندي هاي برا هندي تايلة لاو الهندي هندي تايلة الهنود ولا الهندي متاعنا جاي صباح مالك عيبتين هندي راحوا به شفاء رجعوا في الروح هي قلت خنوذ بيهم التوهانسة على القل حتى على مستوى امواج الافير بقديش 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 عليهم جيبش حارة دا وخنامنا كابتين بقديش كابتين الكابة على ثماني يمية ااك الهندي 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 تايلة الهندي تايلة لبيوت وممامة املس تنجيش فيه الشوك مشكلة الهندي العربية مشكلة الهندي العربية الصغر والرقة والمضاوة كارد الهندي معناه عيلة كاملة هيجهب الشرق برا وساعة تلقى الهندي بخنزر مرة واحدة خاطر قاعدين يطوروا في الهندي بعدد طرق وقاعد معناها ولد تقريبا نجمه نحكو على صناعة كاملة زيوت متاعه لا لا محكيلك زيوت الهندي سيبراهيم اليوم من ثلاثين كيلو تخرج ايترا تعرف الليترا بقديش الليترا ألف أورو مليون من ثلاثين كيلو تخرج ايترا زيت متاع الهندي وزيت متاع الهندي معناها شي غريب منافع متاعه معناها في الصناعات والمواد التجميلية في الخارج وبرشة وحدات في تونس قاعدة تشتغل على الشي هدايا لكن تقريبا في صمت كبير واحنا نحاياهم الهندي نعرفوه معناها كان موجود في تونس لأنه الطربة والمناخ متاعنا يسمح بأنه الهندي ديته جد وكتشفوا مثلاً أنه قبل كان الفلاح كيبش يزرع زيتونة يقص الظلفة متاع الهندي ويقصها تروف ويردمها مع نبتة متاع الزيتونة عليه؟ خطر الظلفة متاع الهندي عندها قدرة كبيرة على جلب الماء هي ديور بالماء الوقت اللي تجيها يا مات صعيبة عليك النبتة هذيكة بالفضل إلى كل الظلفة متاع الهندي اللي مدفونة ومغروسة معها تنجم جيبينها الماء لكن تطور خاصة زراعة الهندي في تونس معا إرجوع الأندلسيين المورسكيين كي روحوا إلى تونس جابوا معاهم حاجة اسمها الهندي بقواعد وهم منين جابوه الأندلسيين أو المورسكيين أو السبانيور بصفة عامة جابوه من المكسيك من المكسيك غادي زادة عندهم الهندي حاجة معناها تعمل كيفوها غيذاء تقريبا معناها منتشر انتشار كبير ويتفنوا فيه معناها في الزيوت في المعجون في الدويات وحتى خاصة تاني يا إيمان في العسل على النحلة اللي تمص رحيق نوارة الهندي تعطيك عسل مربع ومفيد حتى صحيا معناها للشقيقة للضغط عسل الهندي فما ولا معناها نحل يسرحوه في نوارة الهندي معناها نوارة وتعطيك حاجة حلوة يسر معناها ما يجب أن تفهم اللي أكثر من نبتة تجبد الماء هو الهندي والهندي ضوء قديمة راوي وهذاك عليش مطلوب لأنه ما يستحقش برشا ما بعلي وين تسايبه يسرح وشوف أنت في الوسط عنا وفي الجنوب وين ما ثماش معناها تقريباً مطر وين تلقى الهندي موجود لكن يبقى عسل الهندي هو هندي تالا وهندي زلفان لأنه تالا أرضها ديما راوية وعندها تربة معناها فها برشا خصوصيات تعطيك الجو الخاص للهندي متعة تالا كعبة الهندي يا سيبراهين فيها تسعين فيلمية سكر آه؟ آه ستانفرويد تري سوكري وفيه برشا الأملاح المعدنية وفيه برشا بتبعت الحالة فيتامينات في تونس تكونت جامعية اسمها الاسوسياسيون ناسيونال بولو ديفلوب موديو كاكتوس تكونت في 2017 وهذه جامعية سيبراهين خادة تعاون في الناس اللي تغرس في الهندي وتعاون في الناس اللي تحول في الهندي سواء الزيوت أو لعسل أو لرب معناها المعجون لكن عندها تناظل زادة من أجل أن وزارة الفلاحة ووزارة معناها التجارة في تونس وغيرها من الدولة الحكومية تعترف بالهندي كغلة لأن نسموه فيه سلطان الغلة ومش معطرفين به كغلة وبالتالي الهندي موش قاعد يتمتع بنافس الامتيازات عند التصدير يتمتع بها بقية الغلال شوف معناها كمية النفاق احنا عليش سميناها سلطان الغلة؟ لأن وقت المجاعات الكبرى اللي صارت عند التوانسة ما لقينا كان الهندي اللي أنقذ الموقف نظرا كما كنت نحكي توا للسعارات الحرارية القوية اللي فيه واللي خليت معناها أنه التوانسة وقت هيكون هو مش حتى دي سار هو مبركة هو الفطور وهو العشاء وهو الفطور الصباح ومن ثم جدت التسمية متاعه كسلطان الغلة أو كمنقذ وإحنا كل منقذ في تونس نسموه سلطان وهذا كعليش سيدي مهرز نسموه سلطان لمدينة لأنه في لحظة من اللحظات سيدي مهرز أنقذ تونس من الغرق هم يقولوا عركة مع سيدي بن عروس وتنبذ سيدي بن عروس وتعارك هو سيدي مهرز وحلف سيدي بن عروس باش يغرق تونس كل هفلما يا أخي سيدي مهرز قالوا الهداء بن عروس ريض روحك ومن وقتها خرجت كلمة الهداء بن عروس وخرجت ما أهم يا حرز مهرز يا حرز مهرز ولي تونس راي غرقت لكن الرواية هذه كثبتي فيها ما عندها حتى أساس من الصحة لأنه سيدي حمد بن عروس وسيدي مهرز ما عاشوش فرد فترة تقريبا بنياتهم مية ولا ميتين سنة دونك نوتين بالاروت يمكن فرما ينوتر الفيرسيون أنا واحد من ناس ما نعرفش لكن ديما المخيل الشعبي هو اللي يخلق ويأسس للحكاية تذي انتوا كان نشوف العلاقة اللي يحكوا فيها وعليه سيدي بن عروس تنبذ من سيدي مهرز وبقا معناها حاقد عليه وهز روح ومشي اسكن في شيرة بن عروس كانت الضاحية ذيكا معناها الضواحية المسيبة في تونس العاصمة تبهتي معناها ما بتتحكيش الحكاية في الرجل مش لازمو تعرف على ذكر الهندي ما حتى القلعة الخصبة فيها الهندي يا سيلوتفي القلعة الخصبة اللي هي ميش بعيدة على تيلة فيها الهندي وهو يحكي ان الزعيم بورقيب الله يرحمو اخذ اللي كان يمشي لكيف يعمل دورة فك المعتمدية هذيكا عدم شال القلعة الجردة بقدرها بدلها اسمها المعتمد مسكير ملقاش يقدم له عمله طبلو متاع تطور انتاج الهندي في القلعة الجردة بعد بورقيبة سمها القلعة الخصبة وكنت فيها مينة متاع فصفات سكرت مع الأسف كانت فيها أنجار أنجار المحميدة ديكا التناء كان يوصل حتى الغادي تجاردة نحكو عليها معناها تاوة تقريبا محطوط عليها قرية للباية هي مكثر أماليها في الخارج وإلا في المدن الكبرى في تونس ومن اللي كانت معلها هي والجريسة وين كانت ثم المناجم في تونس كانت المدن متطورة ومتطورة ياسر بما فيها حتى الطويرف مينة الطويرف الجريسة القلعة منزل سالم وغير وغير ومبعض بطبيعة الحال هي شوف الظهر هذه حتى في أمريكا هما برشا مدن قامت على وجود مناجم وقت اللي نضبط المناجم هذيكا يهجروها سكان ويمشي يسكنوا في بلايسوك نختم الحديث على الهندي أهم حاجة عنها في الهندي هي الكماشة سيبراهي هي الكماشة هكذا العصات طويلة هذيكا تبدأ عادة تلات ذراعات هكا فمثني معناها تناجم أنت تنحي الهندي وتتفادى للشوكة متعوه كم مننا عاد المثل متع الكماشة والهندي نقوله القسرين فيها أكبر منج الهندي في تونس فيها تسعين الف اكتار وفيها 15 نلفة تورناتا معناها تعطي الانتهاج متاع الهندي السنوي في ولاية القسرين اللي عنده هندي يستحفظ عليه لأنه زاد الهندي اليوم سيت عالم يبدأ لأنه في النهاية وقت تتحكي الركب هو العلف الحقيقي للحيوانات يعني الأبقار خاصة يموت ويصل على ضرفة الهندي لأنها ترويهم وتشبحهم في نفس الوقت وهم بلوس حاجة بلاش أمام ارتفاع سعر الأعلى في تونس راجعت قيمة الهندي ماذا بينا كنا عملوا كل مغرب المغرب تدعم في الناس اللي تزرع الهندي وفي تونس توجد قانون قديم أي واحد عاب شيخ وأرض من عند الدولة يلزموا يتعهد أنه 10% متاع المساحة متاحها تمشي هندي هل معمول به اليوم والعلان؟ ما نعرفوش ما ساعات يعملوه حتى هو كالسياج بالنسبة تبدأ عنده اكتارين يدور بيها كالصة ودع الهندي سيجعلك كل باب على الهندي حتى يعابيري السبيل والهندي وقت دي يبدأ ينور من زلك غير ينور إيه نحية بيش تطلع في بلاستو مع أنت كعبة متى هندي من نوع اللي كنت تحكي ديه هتاك يسموه إخصاء الثمرة بيش تولي من بعد هي ملسة ومتيش ملا الشوك يعني الشوك وعالمة متاع فحولة الكرد كي تنحي له وانتي الثمرة من لول يولي ما يطلع موش فحل وبالتالي يطلع أملس وأرتب عليك كلمة عربية مش زادة حتى من العربية متاعنا نحوها خطر خايف من كلمتين في الفيسبوك سيبراهيم شفت كيفية تفضلها هياتو الكلمة بالكلب